ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس وذلك بحضور عدد من الوزراء وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس والذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024 مشيرا إلى أهمية التقرير الذي يستعرضه هذا الاجتماع في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس وأضاف مدبولي أن مصر ستعمل على تقوية العلاقات مع هذا التجمع المهم وفق أجندة أهدافه التي تتضمن أولويات تتعلق بتعزيد التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ودعم موازنتها للتنفيذ مشروعات كبرى تقدم أهداف أنجندة تنمية المستدامة